أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم وجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ورن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطهر بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ما أخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق وقولهم قلوبنا غرف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بغتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الصن وما قتلوه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي إلا ليؤمن النبي قبل بوته ويوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن صبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوانه وأكلهم أمال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسقون في العلم منهم والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ وَعِيسَا وَأَيُّبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا ذَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُسُهُمْ عَلَيْكَ مَكَلَّمَ اللَّهُ مُّسَا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُّسَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِينَ والنبيين من بعده وأرحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وعيسى والأصبات وعيسى وأيوب ويونس وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزكورى ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلاً مبشرين ومموتنين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيباً لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا طلالاً بعيداً إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته والقاها ألقواها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله أن يكون عبداً لله ولا الملانكة المقربون ومن يستنكف ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعثبهم عذاباً أليماً ولا يجدون له من دون الله ولياً ولا نسيراً يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه سراثاً مستقيماً يستفتونك قل الله يفنيكم في الكلالة إن مرؤنها لك ليس له ولد وله أختم فلها ولد وله أختم فلها نسك ما تركبه ويرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما تركب وإن كانوا إخمته عجاله ونساءه فللذكر مثل حظ الظلم فإن يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَغْفُوا بِالْرُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلُّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ يَا أَنِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرُ اللَّهِ وَلَى الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَى الْهَدِيَ وَلَى الْقَلَائِدِ وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْوَابِّينُ يبتغوا رفضنا من ربهم ردوانا وإذا حللتم فاصقاطوا ولا يجرمنكم شنآل قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعابلوا على البذن واتقها ولا تعابلوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد قواب حرمت عليكم الميتة والدن ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقمدة والمتردية والنطيحة وما أكل السبب إلا ما دكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تعشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن ددر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجغالح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنسكنا عليكم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سري الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافعين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغُسِلُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَغُسِلُوا هُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ مَمْسَمُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَابَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرُضًا وَإِن كُنتُمْ مَرْضًا وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ يَوْلًا مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَيْدًا طَيِّبًا فَانْسَمُوا بِهُجُوهِكُمْ فَانْسَمُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنُهُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ حَرَجٍ وَلَاكِي يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِمَّتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْفُرُونَ وَاذْكُرُوا نِمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَتُمْ مِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَقَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الْفُدُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِرَدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمَّ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله ميثاق بني سرائيل وبعثنا منهم ثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرطا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات متجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سباء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مبادعه ونسوح حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع ولا خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم مصفح إن الله يحب المرسلين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوح حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العدالة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع ردوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء من قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا رسولنا يبين لكم على قطرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من مشير ولا نذير فقد جاءكم مشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم ذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاصرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتركلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين وطلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من حديما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن مسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببعص يدي إليك ليقتلك إني يخاف الله رب العالمين إني يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يباري سوءة أخيه قال يا بيلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وأن تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب غصيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ورحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهما ذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا ويديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله وفور ورحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحظنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا وامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ولم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مبادعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطحر قلوبهم لهم في الدنيا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضعوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفزوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بغيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعزة للمتقين فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تملوا فعلم فإن تملوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعد ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما صروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهاء أولاق الذين أقسموا بالله أقسموا بالله جهد أيمالهم إنهم لمعكم حبطت آمالهم حبطت آمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يعتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزتنا على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله وعصوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتبلى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل توقمون منا إلا نامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله مثوبة عند الله من لعنه الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سباء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وطرع كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصرطة لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصرطة لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوتتان بل يداهم بسوتتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداة والبغضاء والبغضاء إلى والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا كلما أوقدوا نارا للحرب يطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النظيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم منهم أمة مقدصدة وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أموزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما وإن لم تفعل فما بلغت لسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين حادوا والصابئون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا وأن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأباه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتبوا وإن لم ينتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله وفور وحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الوصل قد خلت من قبله الوصل وأمه صديقة كانا وأمه صديقة كانا يأكل للطعام أنزروا كيف نبين له الآيات ثم أنزرنا يؤفدون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق في دينكم غير الحق ولا تتبعوا وهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا وهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سماء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتعلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنصفت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشرقوا والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم مبدة للذين مبدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم